نجحت مصر في استقبال أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر التجريبي ناكستات بالتعاون مع ألمانيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوقين تكنولوجيا الفضاء وصناعة الفضاء في مصر حيث استقبلت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر التجريبي وتم استقبال أول صورة لمدينة أسيوت من خلال محطة الاستقبال في أسوان والتابعة للهيئة لتعد هذه أول صورة يلتقطها القمر بنجاح كما تم استقبال صورة أحادية الطيف وبدرجة دقة خمسة أمتار والتي يمكن أن تستخدم في بعض التطبيقات الحيوية كالتطبيقات الزراعية والتخطيط العمراني